في رسالة غلاطية ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتد الذين هم تحت النموس لننال التبني لاحظ ملء الزمان أرسل الله يعني كان موجود عند الله يعني كان عند الله أرسل في ملء الزمان الكيفية أو الطريقة مولودا الوسيلة امرأة هيأ مريم المطوبة القديسة مريم العذراء هيأها لهذه الولادة كما ذكرت الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله يولد لنا ولد في ملء الزمان ونعطى ابنا هو عطية وهدية السماء لكل الجنس البشري لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدي هون الطبيعتين أحبائي في نفس الآية الطبيعة الإنسانية ولادة يسوع المسيح كإنسان من عذراء ثم هذا الذي ولد من عذراء لاحظ الكلام هو الإله القدير إلها قديرا الجبور الجبور يعني الإله الجبار طبعا هي الإله المحارب فإله يعني اللي رح يولد هو الإله مش نص إله مش دمي جود مثل آلهة اليونانيين ولا آلهة المصريين ولا الأساطير اللي بيتكلم عنه لأنه المسيح نرجع للكلمة هو كلمة الله وهو حي بروحه هذا ما نؤمن به كمسحين ولكن الولادة في ملء الزمان الذي ولد هو الإله الجبار الإله القدير كما ترجمت هنا ومش بس الإله القدير لاحظ أبا أبديا هاي كلمة قوية جدا يعني هو هنا بيتكلم عن إصطلاح الآب الذي يسدد الاحتياج في نفس الآيات اللي قرأناها أحبائي في رسالة بولوس إلى كنيسة غلاطية لاحظ برجع كمان مرة بكر الآيات ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت النموس ليفتد الذين تحت النموس لننال التبني والتبني يعني صرنا أولاد الله بالإيمان بالرب يسوع المسيح وهذه أعظم عقيدة في المسيحية هي عقيدة التبني إنه أنا كنت عبد لا أستحق الخلاص أستحق جهنم الرب خلصني وأعطاني المكان الملكي ابن بنت للرب وهذا قمة العظمة لننال التبني ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب أبا أبديا إذن لست بعد عبدا بل ابنا وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح موسيقى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة